هنا اوكرانيا وهذه نشرة اخبار اليوم تأتيكم من قناة يويت في في العاصمة كييف اهلا بكم اطلقت هيئة الطوارئ الاوكرانية نداءات الى السائقين لتوخي الحيط والحذر اثناء القيادة جراء الانهيارات الثلجية على الطرق فيما حذرت هيئة الارصاد الجوية من تدهو رحالة الطقس خلال الايام المقبلة وبسبب تراكم الثلوج على الطرقات السريعة فرضت قيود وتدابير على حركة المركبات في سبعة اقاليم منها العاصمة كييف حيث منع دخول الشاحنات الى العاصمة ورغم هذه الظروف المناخية القاسية اكدت هيئة الطرق الوطنية ان الوضع ما زال تحت السيطرة الطرق مفتوحة امام حركة المركبات في جميع الطرق السريعة في اوكرانيا ولا توجد اختناقات مررية في اي منها تقريبا لكن الوضع الصعب حقيقة هو في بعض الطرق السريعة الدولية حول العاصمة كييف والتي تشهد حركة مرورية بطيئة بعض الشيء نظرا لوجود عدد كبير من الشاحنات لكن التنقل متاح بسهولة الى جميع المناطق الاخرى هذا وكانت السلطات الحكومية المختصة قد اعلنت مستوى الخطر ذي الدرجة الصفراء في جميع انحاء البلاد والذي يعني ضرورة رفع درجات الحيطة والحذر لاعلى مستوى ورفعت استنفار فرق الصيانة والانقاذ التي ساعدت خلال اليوم الماضي على تحرير اكثر من 300 سيارة عالقة بسبب تراكم الثلوش افتتح الرئيس الاوكراني فولودمير زيلنسكي اليوم في كييف اعمال منتدى التعليم في اوكرانيا 2021 الاهداف الاستراتيجية والتوجهات ذات الاولوية وفي كلمته الافتتاحية اشار زيلنسكي الى ان الحكومات الاوكرانية المتعاقبة وعلى مدى سنوات طويلة لم تكن تخصص التمويل الكافي للتعليم والعلوم مشيرا الى ان الحكومة الحالية تبذل قصار جهدها لضمان توفير التعليم الجيد في كل مدينة وقرية الى جانب وضع استراتيجية لتطوير الجامعات اليوم نحن نفعل كل شيء ممكن لتغيير هذا النهج نحن نعمل بنشاط على بناء رياض الاطفال في جميع انحاء البلاد اعتقد انكم لمستم ذلك لا اريد ان يكون لدى اولياء الامور اية وعقبات في تسجيل اطفالهم في اقرب روضة اطفال كما نقوم ايضا بتجديد وبناء مدارس حديثة في كل منطقة من مناطق اوكرانيا وهذه العملية ستستمر في المستقبل قال رئيس لجنة الاعلام في البرلمان الاوكراني نيكيتا باتورايف ان اللجنة تعتزم خلال الشهر المقبل طرح مشروع قانون الاعلام لمناقشته في البرلمان مضيفا ان هذا المشروع يشكل درعا لحماية الفضاء الاعلامي الاوكراني في مواجهة دعاية الكريملين خصوصا بعد العقوبات التي فرضت ضد النائب تراس كوزاك واغلاق قنواته التلفزيونية قرر مجلس الدفاع والامن القومي ان يوفر الحماية الكاملة للاعلام الاوكراني هذا ما قاله رئيس لجنة السياسات الاعلامية في البرلمان الاوكراني نيكيتا باتورايف مؤكدا ان الخطوة التالية هي اعتماد قانون الاعلام القسم التاسع من قانون الاعلام مؤقت ويختص بفترة العدوان الروسي وهو واضح وجلي نحن ضد ان تصور الحرب بين اوكرانيا وروسيا على انها حرب اهلية ونحن ضد من يحاول حماية الارهابيين والمرتزق الروس وهذه امور واضحة جدا تخطط وزارة السياسات الاعلامية لزيادة الثقافة الاعلامية للأوكرانيين لدينا كثير من الخطط والمهام وفي مقدمتها رفع معدل الثقافة الاعلامية لدى المجتمع نحن واثقون من ان عقوبة الاغلاق لهذه القنوات ليست كافية ونعول على زيادة الوعي لدى الناس ليتمكنوا من التمييز بين الحقائق والاكاذيب في وسائل الاعلام رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اوكرانيا ماتي ماسيكاس تفاجأ بهيكل ملكية القنوات التلفزيونية الاوكرانية واكد على ضرورة دعم الاتحاد الاوروبي للقنوات العامة في اوكرانيا المعلومات والاخبار الكاذبة تنتشر بسرعة البرق واذا توقف الناس عن الثقة في كل شيء فانهم حتما سيصدقون اي شيء لقد بات واضحا ان الشعوب التي تقودها حكومات ومؤسسات تتمتع بالثقة والمصداقية يمكنها مواجهة هذه التحديات بشكل افضل ابدى ممثلو مجلس حرية التعبير وحماية الصحفيين استعدادهم للاستماع الى حجج اصحاب القنوات التلفزيونية الخاطئين للعقوبات اظن ان المرحلة التالية ستكون عبر جلسات المحكمة حيث يمكن تقديم الحجج والادلة واي حقائق اضافية لكن المستغرب انه لا يوجد لديهم موقف واضح وعوضا عن الكشف عن مصادر تمويلهم لضحض الاتهامات الموجهة لهم بالتمويل من الخارج فهم يصرون ويصرحون بان العقوبات تعد هجوما على حرية الرأي والتعبير الرئيس الاوكراني بولاديمير زيلنسكي صادق على قرار العقوبات ضد القنوات التلفزيونية اوكراينا ستود فيناتست ونيوز بان وزيك وصاحبها النائب تراس كوزاك هذا القرار الذي اصدره مجلس الدفاع والامن القومي ودخل حيث التنفيذ في الثاني من فبراير لتوقف بعدها بث هذه القنوات الثلاث صباح الثالث من فبراير اياد استيتية يو اي تي في اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 2656 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية اضافة الى تعافي 8865 مصابا واشار التقرير الى ان معظم حالات الاصابة سجلت في اقاليم كييف وايفان فرانكيفسك وزاكرباتيا من جهته قال وزير الصحة مكسيم استيبانف ان حملات التطعيم ضد كورونا ستبدأ في اوكرانيا الاسبوع المقبل عندما تتحدث عن فعالية اللقاحات من الضروري فهم التأثير الدقيق الذي نريد تحقيقه وهو عدم تسبب اللقاحات بمضاعفات تؤدي الى الوفاء او الى الاصابة بمرض خطير ولذلك يمكننا تقديم اللقاحات تبعا لفعاليتها الى عدة فئات من الناس اولا اشخاص لا يمرضون بعد تلقيهم اللقاح ثانيا الاشخاص الذين اصيبوا بالفيروس لكن لم تظهر عليهم اية اعراض او ان الشخص كانت اصابته خفيفة تسعد دولة الاوكرانية لتأمين كفاية من اللقاحات ضد فيروس كورونا ولهذه الغاية تواصلت السلطات المعنية مع ثلاث شركات عالمية اثبتت منتجاتها نجاحا فعالا الدفعة الاولى ستأتي من شركة فايزر وفق تأكيد رئيسها التنفيذي في اتصال هاتفي اجراه مؤخرا مع رئيس زيلنسكي وبالاضافة الى اللقاح فايزر تخطط السلطات لاستيراد لقاحات من سينوفاك واسترازينيكا ونوفا فاكس فما هو الفرق بينها وكيف تؤثر على الجسم نتابع في المادة التالية أمضى جون كوهين أربعين عاما في دراسة تاريخ الأوبئة واللقاحات الصحفي ينشر مقالته في المجلة العلمية ذائعة الصيط عالميا سينس ما هو اللقاح؟ اللقاح يعطي الجسم نسخة آمنة من فيروس خطير يبدأ حربا وهمية في جسمك حتى يقرأ أنه مصاب بالفعل وأنه مستعد للدفاع عن نفسه رغم أنه في الواقع لا توجد عدوى السلطات الأوكرانية تخطط لتطعيم الشعب ضد فيروس كورونا بالعديد من اللقاحات إحداها لقاح سينوفاك الصيني المحتوي على فيروس تاجي معطل ولقاح نوفاكس وكلهما يحتويان على مستضد جاهز يكون استجابة مناعية للفيروس بخلاف لقاح أسترزينيكا الذي يعمل على تقنية النقلة الفيروسية يعتمد لقاح فايزر على الحمض النووي الريبوزي RNA وهو جزء من الشفرة الجينية للفيروس فبدلا من استخدام مسبب ضعيف للمرض أو غير نشط يقوم اللقاح بتعليم خلايا الجسم كيفية صنع أشواك البروتين سبايك الموجودة على سطح الفيروس المسبب لكورونا مما يؤدي إلى خلق الاستجابة المناعية لازمة لتكوين الأجسام المضادة لمكافحته يستخدم اللقاح شركة فايزر الأمريكية تقنية مختلفة عن جميع اللقاحات التقليدية ففي حين تحتوي اللقاحات الأخرى على أجزاء غير ناشطة أو ضعيفة من الفيروس يحقن هذا اللقاح جسم الإنسان بشفرة الفيروس الجينية التي من شأنها خلق نفس الاستجابة لدى جهاز مناعات الإنسان وللحفاظ عليها تخزن في حرارة سبعين درجات تحت الصفر لكنها تبقى صالحة لبدة خمسة أيام في درجات حرارة من اثنين إلى ثماني درجات وهذا يسمح بإصال الدواء إلى مناطق بعيدة واستخدامه بأمان بهدف تحويل منطقة تشيرنوبل إلى نقطة جذب سياحي لأوكرانيا وقعت الوكالة الوطنية للتنمية السياحية مذكرة تعاون مع وكالة إدارة المنطقة المحظورة في تشيرنوبل ورعاية وذارة الثقافة والسياسة الإعلامية الوزير أليكساندرد كاتشينكو أكد على أهمية الحفاظ على المرافق المشهورة في منطقة تشيرنوبل ومن بينها محطة دوغا للإرسال ومدينة بريبيات والكنائس في القرى ولم يستبعد إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الواقع هذه بداية عهد جديد لإعادة إحياء منطقة الحظر في تشيرنوبل ليس فقط كمنطقة جذب سياحي وإنما كمكان للذاكرة الوطنية هذه الاستثمارات هي استثمار في تشكيل الهوية الأوكرانية نعلم جميعا كيف زاد عدد السياح بعد مسلسل تشيرنوبل الذي بثته قناة HBO في عام 2019 زار 124 ألف سائح منطقة تشيرنوبل ارتفع عدد السواحي في السنوات الأخيرة إلى هذا الجزء من أوكرانيا والذي كان مرتبطا بأحداث سلبية في تشيرنوبل ولديه اليوم فرصة للتحول إلى مكان جذب سياحي أصبحت الحدائق العمودية أو كما يسميها البعض الجنائن الجدارية تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم إضافة لمنحها حياة ناضضة تسهم بإعادة التوازن البيئي إلى محيطها تشكل كل واحدة من هذه الحدائق عملا فنيا يمزج المناظر الطبيعية الخلابة بروعة الهندسة المعمارية بديل ثوري للزراعة التقليدية وانبعاث لفكرة الحدائق المعلقة التي عرفتها الحضارات القديمة تعتبر هذه الحديقة العمودية الداخلية الأكبر في أوروبا وهي تمتد على ارتفاع ستة طوابق بمساحة تتجاوز 550 مترا مربعا وتقع في مدينة سانتندير الإسبانية وهذه الجدران الحية لا تنقل هواء فحسب بل تحل أيضا محل النوافذ أعتقد أن الوباء جعل الكثيرين مننا يغيرون نظرتهم إلى البيئة المحيطة وجعلهم يتساءلون عن ماهيتها ودورها ولاحظنا أن مدينتنا تفتقر إلى مثل هذه المناظر الطبيعية تستند الحديقة العمودية على إطار معدني يحوي أنا ببري وتزرع النباتات في أوان خاصة على شكل جيوب تتضمن هذه الجيوب قنوات ري مزودة بأجهزة استشعار تنظم درجات الحرارة والرطوبة وإمدادات المياه وبواسطتها تراقب حالة النباتات العم يوجد في هذه الحديقة أكثر من 22 ألف نبتة من 26 نوعا جميعها تستقبل الضوء عبر الصقف الزجاجي سيصبح مستودع التبغي السابق والذي كان مهجورا لفترة طويلة مكانا يمكن للسكان المحليين أو أي ضيوف في المدينة قضاء وقت ممتع فيه والفضل يعود لهذه الحديقة العمودية الرائعة من المخطط إنشاء مركز اجتماعي في هذا الممنى الذي حل الربيع به تقام فيه فعاليات وأنشطة اجتماعية يادستيتيا يو اي تي في نهاية النشرة قدمناها لكم من يو اي تي في شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة